السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أخواني الكرام وأخوكم محمد أبو حمزة فيديو اليوم سنتعلم فيه كيف نحجز على الغنصرية السورية لإجراء المعاملات بشكل مجاني الحجز مجاني يا جماعة الخير بعيدا عن استماسرة لعبيض المئة ومئةين دولار ومئة وخمسين ما بعرف إيش سنتطور الفيديو وعلى بركة الله نبدأ تابع مع أي خطوة بخطوة لازم تحط في بالك ثلاث أمور بحجز القنصرية يجب أن تنزل الاستمارة تبع حجز القنصرية تنزل برنامج قارئ ملف البي دي اف لتعبيه من خلاله المعلومات الشغلة الثالثة تنسخ البريد الإلكتروني تبع القنصرية السورية بإسطنبول معكم خطوة بخطوة كل الروابط سأحطها بصندوق الوصف تبع الفيديو على بركة الله نبدأ هاي الروابط طبعا الرابط الأول هو الاستمارة ننزلها الرابط الثاني هو الأدو بأكروبات هو برنامج قراءة البي دي اف والكتابة تتمكن من خلاله كتابة المعلومات البند الثالث هو البريد الإلكتروني تبع القنصرية البند الرابط هو موقع القنصرية اللي ما يعرف يروح على موقعه باقي البنود هي عبارة عن قناتي على التليجرام واليوتيوب نفس الرابط طبعي على قناتي هاي لبركة الله نبدأ بداية أنا راح أنزل البرنامج تماما موجود البرنامج هاي واجهته تماما هاي واجهته تماما هاي واجهته منزل عندي على التليفون نرجع نحمل الاستمارة طبعا هاي الاستمارة تم التنزيل التنزيل نعطي هذه الاستمارة هاي الاستمارة الي من خلالها لازم اعبي البيانات تمام على صندوق الملاحظات عطيت نصخ للبريد الالكتروني الغنصرية طبعا نحافظهم على الواتساب أو على ما شابه ذلك أي مكان يساعدك على الأمر هذه هي الاستمارة نفتح الاستمارة من خلال برنامج أدوبي حصلا حتى نحسن نكتب نعبي البيانات محمد عبد الكنية عبد الله علي الأم عبي اثنا يقوم بتأثير الثrynثة مثلا أقل من الناس يتقدم على الجواز لأول مرة أي منح الجواز لأول مرة يكتم الحفوظ تقريبا تم حفوظ البيانات كاملة نعطي مشاركة شاري اكوبي نقلنا على الجيميل حاليا اختار الجيميل نقل الاستمارة على الجيميل عبارة انه انت هذا البريد الكتروني اللي تبعك فوق البند الثاني لأين بدك ترسل هي الاستمارة الاستمارة لبريد الكتروني للبريد الكتروني تبع الغنصرية اللي هو اعطيته نسخ ايهو هذا البند عبارة تعطيها ارسال من السهم وانتهى الامر طبعا نصيحتي لكم ارسال الوثيقة او الملف بمعلوماتك للغنصرية نصيحتي باوقات الدوامية لا ترسله بايام العطل او بالليد يعني معك من العشرة للثلاث بعد الظهر هذا الوقت مشان انه يجيك الموعد مستعجل مباشرة يجيك الموعد تمام هذا والله اعلم واجزاكم الله خيرا لرجاء دعم الفيديو مشاركتي الفيديو في مجموات الفيسبوك في مجموات الواتساب انشان الناس تستفيد من الموضوع هذا طبعا باستمرار بدك تظل تراقب البريد الكتروي تبعك تمام في حال جدتك رسالة بالموافقة تطبع الموعد بعد طبعت الموعد تروع على موعدك من قبل الساعة يدعش تكون هناك تمام لانه استقبال الطلبات حد الساعة 12 12 ونص بعد 12 ونص ما يستقبلوا طلبات منك حتى لو كان عندك موعد يأجلوك لثاني يوم فنصيح تروح بكير هذا والله اعلم واجزاكم الله خيرا أخوكم محمد أبو حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته